بداية من ليلة الجمعة تغير في الوضعية الجوية مع قدوم اضطراب جوي نشيطة الفعالية على المناطق الشمالية الوسطى والشرقية في حين تبقى الولايات الغربية غير معنية باستثناء انخفاض طفيف في درجات الحرارة نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية حذرت من تساقط أمطار رعدية على الولايات الشمالية والشرقية تصل إلى خمسون مليمتر محلياً مصحوبة برياح قوية وذلك على كل من ولايات سكيكدا عن نابا الطارف قلمة تيزيوزو بجايا جيجل ستيف قسنطينا والجزائر العاصمة بداية من مساء الجمعة وإلى غاية صبيحة السبت وحسب مصالح الأرصاد الجوية من المتوقع تسجيل تساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1700 متر بداية من السبت صباحاً وذلك على جبال البابور بصطيف في حين سنشهد استقرار مؤقت في الوضعية الجوية ابتداء من مساء السبت لتعود الاضطرابات الجوية يوم الاثنين المقبل على الولايات الوسطى والشرقية اشتركوا في القناة